بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا سؤالنا النهاردة بيقول ما حكم التعطر بالنسبة للمرأة في نهار رمضان وللإجابة عن هذا السؤال نقول التعطر بالنسبة للمرأة قلنا أنه يكون بطريقة خفيفة بمعنى يزيل العرق بمعنى لا يظهر منها رائحة العرق خاصة وهي خارج البيت هذا لشيء فيه في رمضان وفي غير رمضان وبالنسبة للمرأة في شهر رمضان إن فعلت ذلك وخرجت بعطر زائد بطريقة لافتة نقول لها خلفت الأمر الشرعي ونخشى أن تأثم فيه أما الصيام فهو صحيح هذا شيء وهذا شيء آخر ولكن لا نريد أن ندخل في طاعة وهي الصيام ونرتكب معصية وهي أن نتعطر بطريقة لافتة أو فجة وللرجال أيضا نقول لا نكثر من التعطر حتى لا يدخل شيء من الرذاذ في الأنف أو الفم ولكن نتعطر بطريقة بسيطة خفيفة في نهار رمضان والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر